الخلافات الداخلية تعصف بقوى الإطار التنسيقي وتتركز حول شكل الحكومة المقبلة في إطار المفاوضات التي تجريها مع باقي الأطراف السياسية خصوصاً السنية منها والكردية وتشير مصادر إلى أن بعض أطراف الإطار ترغب في عدم استفزاز التيار الصدري وذلك باختيار شخصية غير جدالية لرئاسة الحكومة فيما ترغب أطراف أخرى في تجاهل التيار واختيار من يمثلها يأتي ذلك فيما توقع مصدر مقرب من التيار الصدري فشل المفاوضات الجارية بين قوى الإطار والأطراف الأخرى لا سيما تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب ما وصفه بغياب الضمانات ويرى مراقبنا أن الإطار التنسيقي مجبر على تقديم التنازلات إذا أراد تشكيل حكومة لا سيما أنه لا بد من أن يمر عبر بوابة اتفاق الأحزاب الكردية على مرشح لمنصب الرئيس الذي يدعو بدوره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة حيث تطرح أربيل عدة سروط أبرزها قانون النفط والغاز وضمان حصة الإقليم من الموازنة فضلا عن إيقاف خلايا الكاتيوشا التي تقذف كردستان بالصواريخ الطائشة في حين تطالب الجبهة السنية المتمثلة بتحالف تقدم بقيادة رئيس برلمان محمد الحلبوسي الإطار بتقديم تنازلات من أجل التوافق على تقاسم المناصب والدرجات الخاصة والهيئات وضمان أمن الأنبار والنمو المتحقق فيها وباقي المحافظات المحررة من داعش الإرهابي الإطار التنسيقي قد يسرع بعملية تشكيل الحكومة لكن عمر هذه الحكومة لن يكون طويلاً بسبب الانقسام والخلاف الداخلي وكذلك مع الأطراف الأخرى حول تقاسم المناصب والدرجات الخاصة والهيئات وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى انقسام الحكومة وانقسام البرلمان حول تشريع القوانين